هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعة أكثر من مليون ومائة وسبعة واربعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وتسعة وثمانين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائة وخمسة وخمسين ألف شخص